إلى تونس الخضراء وخبر صادم بدأ كمزحة لكنه تحول إلى إشاعة أتت على الأخضر واليابس في الصفحات التونسية على منصة فيسبوك الأكثر انتشارا حيث تداول الآلاف من الأشخاص المنشورة تالي والذي يقول وزير السياحة يقرر إلغاء شرط الاستظهار بعقد الزواج للإقامة في الفنادق كثيرون أدركوا أن الخبر مفبرك وأعادوا نشره مع تعليقات ساخرة لا يمكن عرضها على الشاشة رغم ذلك خرج المكلف بالأعلام والاتصال في وزارة السياحة نوفا للصالح لينفي الخبر ويصفه بالكذب الذي لا أساس له من الصحة